اشتركوا في القناة تنلق نظرة على كيفية قيامهم بذلك أول ما أريد ولقاء نظر إليه هو القابس ويسمى بقابس قاطع الدائرة المتسرب الأرضي يوجد به طرفين مختلفين الحجم أحدهما كبير والآخر أصغر هذا مهم جدا الطرف الكبير هو المحايد ولا يمكنك إدخاله بشكل خاطئ فيجب إدخاله بطريقة وحدة فقط مما يعني أن الطاقة مصولة بالتأريض بطريقة صحيحة وبالتالي تذهب الطاقة دائما إلى الأرض وهذا شيء حساس في دائرة كهذه ما يفعله هذا القابس أنه أمر مبتكر يمكنه الإخبار عن وجود فرق في الطاقة بين هاتين الطرفين وقد يحدث هذا الفرق عندما يسقط مجفف الشعر في الماء أو في حالة حدوث قصور ما في الدائرة في داخل المجفف توجد نقطة التصاني كهربائي مفتوحة إذا تعرضت للماء أو لأي سائل موصل للتيار ستحدث قصورا وبالتالي تؤدي إلى كهربة السائل وشكل الأمر مشكلة كبيرة في السابق بسبب تعرض الناس إلى صدمة كهربائية أو التكهرب لكن لم يعد هذا أمر مهما الآن بسبب وجود هذا القابس من نوع قاطع الدائرة المتسرب الأرضي دعنا نلقي نظرة على ما يوجد بداخله لقد قمنا مسبقا بفصل هذا إلى قسمين إلى حد ما سأرى إذا ما كان يمكننا فصله بالكامل إلى جزئين وفي هذه الناحية أريد قول شيء سريع لضمان السلامة لا يجب فصل أي قابس أبدا بدون وجود محترف وفي حال وجود محترف وقمت بتفكيك قابس كهذا يجب التأكد من عدم إدخاله في المقبس فهذا غير آمن أبدا هذا غطاء بلاستيكي محقول في قالب فقد تم وضع قطعتين من الفلاذ معا ثم حقن البلاستيك المذاب في القالب يمكنكم رؤية أثار المسامير الصغيرة ثم إدخال المسامير داخل القالب لتدفع الغطاء للخارج كما توجد قطعة بلاستيكية صغيرة هنا بها نابض زمبركي وهي لمفتاح الاختبار يضغط مفتاح الاختبار على اللوحة المطبوعة يوجد مفتاح الإعادة للوضع الابتدائي هنا فعند الضغط عليه يقوم بعادة ضبط مفتاح الاختبار لذلك إذا تم ضغط عليه يمكنك استخدام مجفف الشعر مرة أخرى لاحقا أما الآن فسنلقي نظرة على لوحة الدائرة المطبوعة هنا لدينا العديد من الأشياء الجيدة على هذه اللوحة وتم صناعة هذه اللوحة من الليف الزجاجية وتم وضع طبقة رقيقة من النحاس عليها وعلى طبقة النحاس توجد طبقة من مادة الليكر وهي مادة عازلة قبل وضع الطبقة العازلة يتم إزالة أجزاء من النحاس وبالتالي توجد مناطق بدون نحاس وتوجد مناطق بها نحاس وتسمى المناطق التي يوجد بها نحاس بإذرع التوصيل وتعمل كأسلاك صغيرة الحجم وتمتاز هذه الأسلاك بكونها مسطحة ومترصة بحيث تستيح لنا وضع العديد من الأجزاء في مساحة ضيقة جدا كهذه ولهذا السبب نستخدم لوحة كرابية مطبوعة كهذه كما ترون هنا يوجد مكثف صغير جدا وهو مكثف مركب سطحيا ضمن اللوحة ومقاومة صغيرة تذكر أن المكثفات تقوم بتخزين الشحنة ثم تقوم بإطلاقها في حين تقاوم المقاومة مرور التيار ويتم استخدام هذا في حماية أجزاء مختلفة من الدائرة ويطلق على هذا الجزء هنا الدائرة المتكاملة تستلم هذه الدائرة الأوامر أو المعلومات من الأجزاء الموجودة في الخلف ثم تحدد ما تفعله بها ويسمى هذا الجزء هنا بالملف الحلقي أو الملف النحاسي ويقوم بالتوفيق بين الاختلافات بين هذين الخطين بشكل أساسي لذلك في حالة وجود فرق كبير في الجهد حتى لو كان بضعة ميلي إمبيرات يرسل هذا الملف معلومات إلى الدائرات المتكاملة التي تقوم بدورها بإرسال معلومات إلى هذا الجزء المسمى بالملف اللولبي وهو عبارة عن ملف اللولبي طولي يعمل على إرسال تيار ويؤدي إلى خروج هذا المسمار من مكانه وعندما يخرج المسمار من مكانه فإنه يقطع الدائرة أي يفصل الاتصال الكهربي وبالتالي تنعدم فرصة حدوث أي صدمة كهربائية توجد قطعتان مثيرتان الاهتمام على هذه اللوحة يوجد مكثف عازل ويوجد مكثف آخر هنا يمكنكم رؤية مكثف من السيراميك لونه كلون صدى سأخرج هذا الجزء بحيث يمكنكم رؤيته بشكل أفضل وتسمى هذه بالترانزيستور وتعمل كمفتاح في الدائرة ويطلق على هذا الجزء هنا كما ترون بالمقاومة المتغيرة وتستطيع حماية الدائرة من الجهد المرتفع وإشياء أخرى مشابهة وهي عبارة عن مقاومة غير خطية بمعنى آخر عند اختلاف التيار تختلف المقاومة وبالتالي يمكنها حماية الدائرة إذا نظلتم إلى الداخل فيمكنكم رؤية الجانب الخلفي للقابس أو أطراف التوصيل هذه قطعة نحاسية مزودة بأسلاك تمتد إلى الدائرة المتصلة بها كما تمت صناعة هذا الجزء من غطاء القابس أيضا من البلاستيك المقالب بالحقن ثم لدينا هنا السلك الممتد إلى الأسفل وتوجد قطعة مطباطية على السلك للحماية بحيث يمكن للسلك الحركة للأمام والخلف داخل الغطاء بدون أن يتآكل إذا نظرت هنا سترى تحذيرا يقول التحذير أزل المقتبس لا تزيل هذه البطاقة لا يزالون يريدون تحذيركم بأنه ليس من الآمن إسقاط مجفف الشعر في الماء هذا إجراء موقائي للسلامة فوضع المجفف في الماء ليس بالفكرة الصائبة فهو جهاز كهربائي يحتوي على نقاط اتصال كهربائية مفتوحة في الداخل ترجمة نانسي قنقر